قالت صحيفة دوتو ميركاتو الإيطالية أن ماسيميليانو أميكري مدارب جوفانتوس تحدث مع حكم زياج بعد نهاية المباراة التي جمعت بين كل مينادي تشيلسي ويوفانتوس وقالت داتو الصحيفة أن أميكري عرض على حكم زياج الانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الشكلية القادمة وتابعت نفس الصحيفة أن حكم زياج لم يرد على المدارب ولم يستمع لعرضه حتى قد يكون الأمر ربما احتراما للعقد الذي يجمعه بين حكيم ونديه تشيلسي بينما تحدثت مصادر إعلامية أخرى أن حكم زياج في قرارات نفسه يريد مغادرة كتيبة البلوس اقتناعا منه أنه لن يجد راحته ولا رسميته مع المدارب الألماني توماس تخال الذي يصر على تعذيبه في مركز لا يجده بالرغم من أن كل التقنين والإعلامين ينتقدون توماس تخال على إصراره بالتفعي وبشدة لحكيم زياج يلعب في مركز ليس مؤهل لها اشتركوا في القناة